اشتركوا في القناة 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 قال رئيس الوزراء الاسرائي بنيمي نتنياهو ان زعيم تحالف كحولفان بني جانس خطر على اسرائيل وفي مقابلة اجرها مع نتنياهو او اجريت مع نتنياهو في القناة الثانية عشر الاسرائيلية وصف نتنياهو جانس بالضعيف وغير المؤهل للئاسة الحكومة الاسرائيلية لا سيمة وانه لن يستطيع تشكيلها دون دعم القائمة المشتركة التي ستفرض املاءاتها على جانس بحسب اقوال نتنياهو من احياته لما زعيم تحالف كحولفان بني جانس خصمه رئيس حزب الليكود بنيمي نتنياهو على تسريب تسجيل صوتي لمستشاره السابق والذي يصف فيه المستشار جانس بالضعيف حيال الملف الايراني والخطر على دولة اسرائيل وقال جانس في مقابلة مع القناة الاسرائيلية الثانية عشرة ان نتنياهو يدير المعركة الانتخابية باسليم المافيا من ناحية اخرى قال جانس انه يؤيد شطب عناصر من القائمة المشتركة مثل هيب ياسبك التي اتهمها بدعم ما وصفه بالارهاب قال رئيس حزب اسرائيل بثيرو الاسرائيلية فيكدور لبرمن ان رئيس الوزراء الاسرائي بنيمين تنياهو طم ان الملك الاردني عبدالله الثاني حول مخططات الضم في الضفة الغربية وبحسب اقوال لبرمن التي جاءت في سياق مقابلة مع القناة الاثانية عشرة الاسرائيلية فلديه معلومات مؤكدة تفيد ان نتنياهو اخبر العاهل الاردني انه لن يكون هناك ضم لغور الاردن وان القضية اثيرت لدواعن انتخابية ليس الا تفشأته عندما لاحظت ان نتنياهو لم يعرض قانون الضم للتصويت وقبل بضعة ايام حصلت على معلومات تفيد بان نتنياهو كما بابلاغ الملك عبدالله قائلا لا تقلق لن يتم ضم غور الاردن الى اسرائيل هذه فقط دعاية انتخابية ارجى مجلس النواب الارقي مجددا تصويت على من حيثقه لحكومة محمد علاوي الذي كان مقررا اليوم الى يوم غد الاحد والن الرئيس البرلمان محمد الحالبوس موافقة رئاسة المجلس على الطلب ولاحده المعود انهائي لينهي مجلس النواب الفراغ السياسي الذي طال امده والاتفاق على حكومة جديدة وإلا يصبح من حق الرئيس برهم صالح تعيين رئيس وزراء جديد بموجب الدستور في الجزائر نزل المتظاهرون الى الشوارع للمطالبة بالانتقال الديموقراطي وتجمع المئات من المتظاهرين في شارع دوديش مراد وسط العاصمة الجزائرية رافعين الاعلام الوطنية ولافتات مناوية للسلطة تطالب بالتغيير السياسي فيما ردت الشرطة بالضرب والاعتقال وكان النشطون الحراك قد دعوا الى مظاهرات كل يوم سبت تضاف الى المظاهرات الاسبوعية التي تنظم كل يوم جمعة وثلاثا وقعت واشنطن وحركة طالبان اتفاقنا تاريخيا في الدوحة لسحب الجنود الامريكيين من افغانستان ضمن فترة زمنية من 14 شهرا وذلك بعد 18 سنة من اندلاع اطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة ونصر اتفاق لتخفيض عدد القوات الامريكية من 13 ألفا الى 8 ألاف ونصف خلال الاشهر القادمة كمرحلة اولية بالاضافة الى تبادل آلاف الاسرى ضمن اجراءات لبناء الثقة بين الجانبين ان الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان يخلق الدروف اللازم للأفغاني للقيام بذلك هذا قرارنا بشأن خطوات طالبان التي من شأنها انجاح هذه الاتفاقية اولا حافظوا على وعودكم بقطع العلاقات مع القاعدة والارهابيين الاخرين تابعوا القتال لهزيمة داعش إن الإمارة الإسلامية للأفغانستان مع الولايات المتحدة ملتزمون بهذا الاتفاق كقوة سياسية علينا أن نحافظ على هذا الاتفاق مع الجيران ودول المنطقة والمجتمع الدولي نحن نريد علاقة إيجابية مع الجميع أثناء الرئيس الأمريكي دوران ترامب على الاتفاق الذي وقعته واشنطن وحركة طالبان ونقل بيان البيت الأبيض عن ترامب قوله فيما يتعلق بالاتفاق المبرم في دوحة إنه يعمل على إنهاء أطول حروب الولايات المتحدة أخيرا وإعادة القوات الأمريكية إلى وطنها كما أولق الاتفاق قبولا وترحيبا دوليا من جانبها حثت الأمم المتحدة على استمرار خفض العنف في أفغانستان دعية إلى تقديم المساعدات ومواصلة الحوار كما أعربت الأمم المتحدة عن دعمها لعملية شاملة بقيادة أفغانستان وحثت على اتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء الحرب أنا نتقطر تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى شخص عائد من إيران في وقت تتزايد فيه أعداد الإصابات في دول الخالجية المجاورة باستثناء السعودية وكشفت كل من البحرين والإمارات والكويت عن عشرات الإصابات لديها أما في الصين فقد أعلن عن 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 2835 نفت إيرانا بأن تتحدث عن وفاة أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا المستجد في الجمهورية الإسلامية التي صارت من بين أشد المتضررين بهذا الوباء خارج الصين وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل تسع وفيات جديدة ما يرفع الحصيل إلى 43 وفاة وخمسمائة إصابة أما قبرص فقد أعلنت جمهورية قبرص اليوناني أغلق نصف المعابر على خط وقف إطلاق النار مع الشطر التركي من الجزيرة بشكل مؤقت في مسعى للوقاية من تفاشي فيروس كورونا المستجد هذا واصب الفيروس أكثر من 85 ألف شخص وأودى بحياته أكثر من 2900 شخص في 60 بلدا على مستوى العالم قال الوفد السوداني المفاوض حول سد النهضة إنه واصل المباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية رغم تأجيل الجولة الأخيرة منها بناء على الطلب الإثيوبي الذي تغيب عنها ووضح الوفد أنه سلم واشنطن ملاحظاته حول مسودة اتفاق السد كما يؤكد التزامه بعملية التفاوض لأجل الوصول إلى اتفاق شامل لملء السد وتشغيله بما يحفظ مصالح الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر أنت اليابان أنها ستوفد نائبة وزير العدل ماساكو موري إلى لبنان عقب فشل محاولاتها لإقناع رئيس مجموعة نسان السابق كارلوس غوصون بالعودة لاستكمال محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية ومن المفترض أن يغادر هيروكيو يوشي نائب موري توكيو اليوم للقاء وزير العدل اللبناني وتضيف وزارة العدل اليابانية أن المتهمة هارب إلى لبنان وعليه تحتاج توكيو لتفسير من النظام القضائي اللبناني تجمع معارضون روسيون في موسكو وسانت بوترسبورغ للاحتجاج على التعديلات الدستورية التي يعتزم الرئيس فلاديمير بوتين تنفيذها وكذلك أحياء لذكرى المعارض بوريس نيمتسوف الذي اختيل قبل خمس سنوات قربا لكريملين وهذه أول تظاهرة كبرى منذ الإعلان عن التعديل الدستوري الواسع الذي ينذر ببقاء بوتين مدة أطول في الحكم ويحتاج المتظاهرون على ما يصفونها بالدولة البوليسية وغياب الحريات بما يشمل انتخابات حرة ونزيها نهاية رموزة موجز شكرا للمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر